من إسماعليا شوف الناس هتقول عليك من أحلى المحافظين اللي هم مسكوا إسماعليا أولا إسماعليا كانت فعلا أيام الوزير عبد المنعم عمارة كانت باريس الصغرى من النظافة للخضرة للملاعب كان عامل ملاعب مفتوحة في الشوارع للولاد كان فتح الأندية بصراحة كانت كل إسماعليا جميلة 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 أنا عايز أقولك أنه كان ساعة خمسة ونص ستة الصبح كان بيخلي الطيارات ترش ما كانش فيه ولا دبان في الشوارع ولا قمامة ولا حاجة زي كده لا كانت نظافة 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 رائبة بصراحة ابن البلد كان بيعمل معسكرات للشباب يعني إحنا لما كنا في الجامعة كان بيخلينا نعمل معسكرات بص إحنا كنا المعسكرات دي إحنا اللي عاملين حديقة الشيخ زايد دي قبل ما تبقى حديقة اللي الشباب هو المخدرينها بيت الشباب نزل للشباب كان الشباب هم اللي بيعملوه لأ كان مهتم بالشباب عمل لهم الملعب المفتوحة في الشوارع اللي هو الولد الشاب اللي مش قادر يروح نادي يشترك فيه كان بيلعب كورة في الأندية فربنا يدي له الصحة ويبرك في عمره ونتمنى أن يبقى كل المحافظين اللي جم بعده ياخدوا خطار بساماته كانت كتيرة معنا لأنه أيام ما كان مسك اسمعليه احنا كنا بقى في عز شبابنا يعني طبعا كنا تابعا التربية وتنعليم وكان الحاجة أعطيها عمر أخوه لأ كبير كان معنا يعني وكاننا أصدقاء فبيني وبينك يعني مفيش حد جيه زيه أبدا من بعده لأنه هو كان خدوم لدن المحافظة اسمعليه كانت معروفة بإيه بجمال مين الوزير كنا أيامية شباب كان عمنا المرة ده حاجة كبيرة عندنا يعني فاهم يعني أحزي كم مالحنا أيامية أنا فاكرا أننا كنا لسه إيه يعني في التلاتينات كده وبعدها بقى ابتدنا عمنا 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 لغير دلوقتي برضي أن إحنا بني ياريت ياريت يرجع نشوفه تاني ونشوف أي أيام من أيام الجميلة والله كانت أهم حاجة فيه كان كسر حاجز اللي كان بين مسؤول وبين الناس عمتا يعني ما كانت ناش بنحس إنه هو محافظ ولازم تاخد إذن عشان تشوفه كان بينزل الشوارع ويقف مع الناس ويتكلم معيهم ويعرف ظروفهم إيه ومشاكلهم إيه يكفي أن الشوارع كان المسميين بلدنا بلد النفورات في كل ميدان تلاقي فيه نفورة وتلاقي فيه زرع وتلاقي فيه خضرة الجزر اللي بين الشوارع كانت كلها شجر كان يعتبر أخ وأب وكل حاجة موجود لأهل اسماعيلية كلهم كانوا ما فيش حاجز بيننا وبينه بين الناس وبينه لأنه هو كان بيحس إنه هو ابن البلد وعايز يحافظ عليها وعايز يخليها أحلى بلد باريس الصغرى زي ما كانوا بيقولوا عليها وفعلا كانت باريس الصغرى رياضي جدا جدا يكفي إنه هو كان بينزل الصبح يجري في شوارع السماعيلية الناس بتجري مع الشباب بيروح معي يجروا يعملوا رياضة الصبح معي يشوف مشاكلهم إيه اللي ما كانش بيلقي شغل كان بيجيب له شغل حتى لو هو معهوش مؤهل كانت فيه مصانع كتير بيجود لهم شغل بأي طريقة ما كانش تلاقي واحد كده قاعد مش تلاقي يشتغل كان بيحل مشاكلهم ما كانش فيه حد بيقول أنا عندي مشكلة وكان يسيبه كان بينزل للناس وبيعود معاهم على الأهاوي والكافيهات وكان بيعرف زروف كل واحد إيه ويحاول يحلاله وخاصة طبعا الشباب زي ما حضرتك قلت طبعا عبد المنعم وعمرة ده كفاية أنه كانوا بيطلقوا عليه اسم الوزير الشاب كان قريب جدا مننا كل حاجة فيه كانت مختلفة كان بيعمل المهرجان بتاع الفنون الشعبية بتاع الإسماعيلية ده المهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية كان بيجينا من كل المحافظات ومن كل دول العالم بيعملوا هنا العروض الفنون الشعبية بتاع كل بلاد العالم ده كان بيعمل مستوى تاني خالص للسياحة في إسماعيلية كان بيعمل مهرجان فراولة في شم النسيم عبد المنعم عمارة ليه ايد في كل حاجة حلوة كانت في اسماعليا ليه بصمة في كل حتة في اسماعليا عبد المنعم عمارة كان قريب جدا من الشباب بيحضر ندوات كان عمل لنا عارف لما بيعمل لنا وضع كده في وسط المحافظات عبد المنعم عمارة كان عمل لنا وضع في وسط المحافظة كان يقول لك اسماعليا دي بريس السور كان يوم شام النسيم ده كان إسماعليه كلها لها شكل تاني ورونك تاني وجنين لها شكل تاني كانت بقول إسماعليه منوار إسماعليه منوار هتقول إيه بقى للناس أحبابك